السلام بناس هذا الفيديو جديد مع سلمو فيديو اليوم كيف وعدتكم بانني ان شاء الله نشارك معكم جميل حجس لدينا القفطان نبدأ على بركتي الله نعمل أربع دي الجوهر بهذه الطريقة نحاول نطلع ميلي الأخوات الذين يريدون أربع دي الجوهر فهنا نضيف الميلي وعدتكم هذه الأخوات يجب المستقبل سوف نشارك معكم هذا الفيديو نعمل في القفطان على المثال فإن أروا ورقات اي حاجة تجبروها في صندق الوسط وحتى الموديل كامل تجبره في صندق الوسط إذا أريد تضديه هذا الموديل عملت فيه الوردة المنفوخة بجوه المهرس عملت العرشات و الوردة و الوريقات عملت فيه بسفد و إذا أريد تعمل قطان أو جلابة لا يمتد فكرة من هذا الموديل و كيفما رأيته ماشى بنفس العادة أربعة 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 حتى نطلع لفوق خدمت بجوه المهرس اللي مزيان المركة الامجي بيف الدهبي لأنه بسفد الأخوات كي ساقسيوني شينيان المركة اللي كتستعمل ولكن استعملت أنا هاد سانيدة هادا اللي هو رقيق بسفد كي ساقسيوني كي قولوني شون هي سانيدة سانيدة هو جوه المهرس رقيق مرة مقارنة بجوه المهرس العادي كيفما شفتوه طلعت في هاد زواقه هادي و دباعا نحاول نهود و دائما كنرد البال على حساب الرشماء كنحاول ندرقها بالخدمة ديالي باش ما نبقاش ندي هالمسبانة من اللي نسالي تتنبت لان بزف ديال اخوات كنشوفهم عندهم الخدمة مزيونة ولكن كي بقالوا مترساج ديال ديال الخرش او بابي كاربون اللي كتروا دائما ملي سليوا الخدمة ديالهم خصوم يمشيوا المصبانة انا في الخدمة ديالي كنحاول ندرقها باش الخدمات بقانقية ومكانها لاش نصبنها قبل ما نلبسها ملي هنسالي انا هاد الجوهة المهرسة هادا عن خدمة طريقة سهلة بتنبت عشوائي باش نعمرو هاد الفارق اللي في الوسط اي سؤال مرحبا بغيتوا اي حاجة يعني نكتبوها لي في الكومنتر وانا شاء الله عنجاوبكم على جميع الاسأل ديالكم حتى شي حاجة اللي بغيتون نعملوها لكم في القناة فاقلوها لي في الكومنتر باش نعرف اكتر طالب على الحاجة ونعملوها لكم ها انا علي نسالي ما بقيش بزف وكنتمنى ان شاء الله حتى الخدمات تكون بينا وطريقة ديال تصويرتكم بينا لانا بزف ديال المرات كنخدم وفي الاخر يعني ما اللي كننزل فيديو يعني ما اللي كننزل فيديو يعني ما اللي كننزل فيديو اللي اخواتك يقولوا لي الكاميرا ما كانش واضحة فكنتمنى هاد المرة هادي تكون الكاميرا واضحة وتكونوا استفدتم هاد شكل هاده بطريقة سهلة وما تنسوش يعني عجب روف في صندوق الوصف يعني جميع الحاجات اللي يخصكم تستعملوها عن استعمال هاد الموزن هاده وجوهر مهرس كنتبت الخيط كيفما العادة والخيط دائما كنتستعمل أنا نفس اللون ديال الجوهر باش ما كيبنش الخيط في الحشيات ديال الجوهر والخيط دائما خصو يكون على أربعة وداعا نعمل جوهرة موزونة جوهرة موزونة يعني ثلاثة ديال الجوهرات مع ثلاثة ديال موزونة هاكده خدمت بيهم وكننخدم بيهم كيفما شفتوا بطريقة عشوائية وشويش يجو بومبي باش الخدمة ديالي كجي من فوخها يعني كنعمل الموزونة جوهرة موزونة جوهرة موزونة جوهرة ثلاثة ديال الجوهرات وثلاثة ديال موزونة وكنعملهم بهالطريقة هادي والخدمة ديالهم كجي عشوائية مرة تجي وحدة ميلة وحدة نعصة يعني وحدة واقفة باش ما كيجيوش كاملين على شكل واحد باش كجي الخدمة عشوائية وكنحاول نعمر هاد الفراغ هادا كيفما شفتوا طريقة سهلة ومبسطة باش ما عليكم ان شاء الله عاجيكم مزيانة انا خدمت فيها الغوزان في هاد الرشمة هادي وكينا رشمة اخرى خدمتها في بيستاش وكينا خدمة اخرى خدمتها بالصفار باناني يعني في هاد القفطان هادا فعملت الوان جريئة مع بعطيتها و الحمدلله لانت الاعجاب دي الاخت ملت القفطان وعجبات حتى لبنات ملي نزلتها فكنتمنى ان شاء الله تعجبكم ها انا عمرتها بطريقة سهلة وبسيطة وكنتمنى ان شاء الله تنتم تجربوها وقولوا لي كيف جاتكم لمهم ثالية الفيديو وكنتمنى تكون استفدتم هاد الفيديو هادا مع فيديو جديد ان شاء الله شكرا